حضرت أوساط سياسية من مساعي قيادات إيطارية لتحريك الشرع تحت غطاء احتجاجات شعبية أو ما شابه لتكون هذه التظاهرات بمثابة حصان طرواد لإسقاط حكومة محمد الشعى السوداني وتعطيل دورها وتأثيرها في الرأي العام العراقي لفتة إلى أن الفوضاء ستكون خيارا مفضلا لشل الحكومة وكبح طموح السوداني وضمان هيمنة القوى التقليدية على مجريات الأمور في البلاد هذا وراء مراقبون للوضع السياسي الرهن أن هناك حساسية عالية لدى القيادات السياسية التقليدية في الإطار التنسيقي أزأ بروز قيادات جديدة بسبب رغبتها في احتكار المشهد السياسي وعدم استعدادها لتقبل وجود لعب سياسي لا ينضوي تحت عباءتها أنها ترى أي لعب جديد عدوا يهدد وجودها أكثر منه شريكا سياسيا ينافسها وأعتقد أن من حقها استعمال كل أدوات الترهيب وترغيب لإزالة خطره والقضاء عليه عند الضرورة